وبدأ السكان ونازحون بمغادرة ميطقة خان يونس ثلاثاء متجهين جنوبا إلى رفح بحثا على الأمان من الهجمات الإسرائيلية التي أمرت السكان بمغادرة مناطق شاسعة من مدينة خان يونس مع مواصلة محاولاتها التوهل في جنوب قطاع غزة واستعمليات القصف المكثفة على مناطق يزعم بأنها آمنة وتنضي غزة نحو مزيد من التصعيد مع سقوط مزيد من القتلى والجرحى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي امتدى والتسعى ليشمل كامل القطاع المحاصر واستبعاد مسؤولين أمريكيين أي أفق قريب لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس بعد انهيار الهدى المؤقتة الجمعة الماضية وبعد الشهرين كاملين من أشرس جولات القتال بين إسرائيل وحماس راح ضحيتها نحو 16 ألف شخص وجرح أكثر من 40 ألف آخرين بدت رؤى المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين متسقة مع ضرورة مواصلة الحرب على القطاع وأن اختلفت في طرق تحقيق أهدافها